مرحبا بكم الكل سمي عبو تلتحق بينا بعد شوية في تسعين دقيقة لحقيقة معنا بكل شافة في عراي موجودة ولكن عنا مشكلة عنا مشكلة في ستاسيون ما في الباركينج نحكي لكم كل شي دونك ذيوف كي جيوا بحذين اليافهم ننقاوا صعوبة في أنو خليوك راهبهم مغير ميشا نجلوهم ولا يحطولهم سابو ولا دونك هاوك في بيلكم علي جيما نوخروا عليكم في بعض الأوقات مشكورين ضيوفنا نستنعي الأستاذة سامي عبو ولكن في الأثناء بش نرجعوا إلى موضوع قضية التأمر اللي يحكيني لكم عليها قضية تأمر جديدة فيها أسماء السياسيين وفيها وزير خارجية السابق اللي هو متوفي أمريكي ها كسنجر متورط مع مجموعة من السياسيين منهم رئيس حكومة سابق ومنهم وزير سابق في قضية جديدة معنا بعد شوين كلمو معنا آه معنا أستاذ سامير ديلو أهلا وسهلا أهلا وسهلا ومرحبا مرحبا أستاذ ديلو كلمنيك وانتي خارج متحقيق حول القضية هذية لأنه التساؤلات كبيرة القضية اليوم وانا سمعنا بها وبتفاصيلها آه دونك سامير ديلو انتي تنوب مهدي بنغربية اي اي انا من عمش من التفاصيل اللي عمك مخطرين لنا مالي مش تحكي لكم تفاصيل لنا لا احنا زادت حفظنا على العديد من الامور ولكن هل تؤكد لك احنا تحكي لكم اي 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 اما قلنا همش ما قلنا همش هاي المعرضентов وانوى اللي عمث الرئيسية القضية هو انوى المعرض اذه الفريد في صانجر اي انcher يرحكينا عليه لا لي لا لي مش اوف ري كالولילו لكنها هي المهد تحقيق اه الفريد اوكي اي اللوانت قطية انا نتحقيق مهدي كمهنة لكل من عشرات السنوات كولدير الخريجيةالس моя الجنواتية تركوكية. وكاسكر فيه الامن القومي. ولكن اكتشفت بدنا اخذ القضية ليه. انه اه عنده اسم ثلاثي وفيه انفرد. مهم. لك. فبالتالي الواشي. وطريفه ان الواشي انكرا. النساء انه قام بوجيه اصلا. وبالتالي الهناي ترح سؤال كبير كيفية عملت القضية. مهم. قادراني ما قلت. ولكن نحن كنا محظرين رواحنا بش اه نسألوا اذا كان بالفعل قال الحمدولله انه انفاف. وان كرام. شنقوله كتير شدوز يحكيه مع بعضهم في بيت في سجن. يقول لبعضهم راه اه 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 خطط يحبي يفشل الانتخابات المحلية في تونس. مهم. وعمره اكتر من مية سناء. مهم. علم انه توفيه في النظام اللي فات. مهم. يعني شبش نقول لك يا سيبي خليني نمتعمل عبارات جارحة. مهم. خليني نقول وصلنا في القضايا الى درجة من اه شنين كلمة اللي مش جارحة. الى درجة من الصرف والغرابة. غير مسبوك. وكهو. خليني يقص لنا. اه دونك الملاف ذايا مبني على ويشاية. مبني على ويشاية اني منسوب له انه قام اه بيع. قال يا راني ما قلتش. ووقت السورات ليش تعملت قليل. واضح. واضح بي. شكنا ليك استاذ ديلو. اه قلت لنا اه اللي اتنجم تقولو من المعطيات ونستقبل مباشرة تمظيفتي. سامية عبو اهلا وسهلا. وسهلا. مرحبا. وبيك عيشك. مرحبا بيك بجميع المسامعين اي فات. اه استاذة عبو على مخلط. قضية جديدة للتآمر راح نحن من قبيلة نحاول بش نفهم بكل تحفظ بتبيعة حول المعطيات والاسماء. الاستاذ زيلو توا اكدلنا انه خارج من التحقيق مجموعة من الاسماء. ورئيس حكومة سابق وزير سابق سياسيين حتى اه من من اليسار من المعارضة الى غير ذلك متهمين في قضية التآمر. هوتا وعرفنا مبنية على وشاية. هذي عدد 13 القضية التآمر حسب الاستاذة دليلة مصدق بها. مهي يتر. اه فعلا انا بدي كما كما تومت فجأت بالقضية بالخبر هذي متاع انه وجود قضية بتاع تآمر جديدة. انت هيك شديد العدد. انا ولا ما عندي العدد ما انت معاش شدي العدد ما انت بتاع قضية التآمر. اه اه وكي نقول القضية بتاع تآمر هي مش حاجة هاينا رأي قد تآمر وتلقاها في في المونداء بتاع رئيسة كاملة بتاع مونداء كاملة بتاع حكم تقاها بتاع تلثين سنين تقاها عند القضية او اذا اذا فريموه معانتها اه توب تولي اثنين. ما احنا عنا هنا توا عنا قلت ثلاثاش هنا ولا في بيلي من عارش قديه ما. مصدق قبيلة قلت هذي العدد ثلاثاش اي بو. اي ما حدت قلت المون عن القضية ما عاش نعرفوها بولا بولا. لكن تآمر على امن الدولة رو اه فما دول في تاريخها معانا تتثار مرة لحكاية. هنش قتلك اي 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 كنت احكيلك معانا. اي اي. تتثار مرة ومرة تلقاها تآمر بالحق معانا. تلقاها متى فيها اركان الجريم تتآمر. احنا الاغلب القضايا على الاقل تلعت عليهم. ثم العنوان متاعه تآمر لكن اركانه موش تآمر. ما نعفوش نو. خلي البحث يجيب. ينكر الاركان يتوفروا من بعض. آآ فما قضايا بتاع تآمر كما هذيها اللي نسمع فيها توا. واذا كان الكلام هذيها صحيح فالمهزلة غادي بالمهزلة. بالمهزلة غادي بالمهزلة لانه آآ آآ بداية معانتها الويشي اللي هو على اساس تم آآ فتح آآ تتبع آآ هاو طلع موش هو الويشي قال لنا ما قلتش. دونك آآ ويشيه آآ منعفوش آآ ساحبها او بالاحرى ساحبها انكرا في هذي الويشي. اثنين المتهم اللي هو متوفي عنده آآ عمو متن سنة وعنده آآ متوفي عنده من آآ شهر آآ نوفمبر آآ آآ كيسانجير هكا آآ 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 آ وتوفى من شهر نوفمبر معاشي تآمر عشنوه كيفيه جيت اذا كيفيه في سجن حسب فهمتوه اللي يسمع في شكون يحكي مع شكون في سجن معانتها مام سمحني لو مش هكا التآمر راو تآمر راو عنده اركان فيها افعال مادية فيها معانتها اعتداء مادية اعتداء معانتها فيها استعداد وخطة والى اخيري فيها اطلاف يعني مام ولات مبتذلة حكيت قضاية التآمر فهمتها احنا اه وعلى سبيل الذكر للحصر القضية التآمر اللي فيها سيغازي وفيها سيليذا بالحاج غازي شويشيذا بالحاج وجوه بنبالك والمجموعة هذه اللي حقيقة تنزد لحد هذه الساعة انا استغرب كيفيش موجودة قضية اسمها التآمر واركان جريمة التآمر غير متوفرة في هذه القضية واحد كيفيش ناس موقوفة على مجرد مش شبهة غادي مش شبهة مثالش نجم تفتح فيها بحث نجم تعمل فيها تعمل قضية نجم تعهد به قاضي التحقيق اما راو مدام ثم ضعف حجتك انت كنيابة عمومية ضعف الحجة متاعك يخلي ذا يخدم راو المتهمين في هذه القضية انصحة العبارة ويبقوا بحالة سراح راو في الملف ذا نعود نقول راو ما هو اصبح معاتش يتناول من ناحية القانونية القضائية بقدر ما يتناول من ناحية سياسية بحتة ولذلك نقول معاتها يزي كان هذا كلمة الغاية متاعه انتخابات رئاسية ولا كان الغاية متاعه بزج بخصومك السياسيين في السجن هذا راه لا ينفك ولا يحسن لك ظروف الحكم متاعك ولا يخليك غدوة تضمن حتى كان هما متى موجودين ما هو مش هما بشيق سيوك من السياق الانتخاب نحكي مع رئيس جمهورية في ذلك عليش في الحبس يقول لي ليه ما نتوجهش رئيس جمهورية وش مدخل رئيس جمهورية في السلطة القضائية الرئيس جمهورية لا فيه متاع ايقافهم هو من عمل خطاب ودعاء النيابة اللي انت تتحرك وتوقف الناس اللي قاعدين يتأمروا على قتل رئيس الجمهورية ومن غدوة خطابه هذية من غدوة وقفهم وبعد نهار ولا سنين ما عندش دادات بالضبط اتوقفهما معانتها معاش تقول ليش مدخل رئيس جمهورية رئيس جمهورية هو من قال ما كل من يبرئهم فهو شريك لهم هذية وتدخل في القضاء دونك احنا معاش تقول لي ما قولش رئيس جمهورية لان قول رئيس جمهورية وبهك نقول رئيس جمهورية خطر الى حد الان نعتبر انه انه الدستور الثاني وعشرين ماتى مبني على انقلاب وبالتالي ما نعتلى رئيس الجمهورية بناء على هذا الدستور المتل ليست له صفة رئيس جمهورية ومع ذلك مدام عنا امر واقع فالرئيس جمهورية عندك ناس في الحبس ناس مظلومين والظلم رأوا مشبهي والظلم رأوا منظر بالخلاب واكثر من هذية رأوا وجودا في السجن على اساس انه احتكالي لا خيري تسعى من نش نحكي على الموايد مستقرة اما رأوا مستقبلا رأوا اسئت الى سمع التونس رأوا ضر بالامن بالامن والامان بتاع تونس رأوا ضر لك الاستثمار رأوا ضر لك المناخ الاقتصادي اللي احنا عايشين فيه ازمة اقتصادية كبيرة ولي ملفات كما هذية اللي توحي بعدم الامان لو ما جيك حتى حد يستفبر وحتى حد ما يحط فلوسه وحتى حد ما يأمن بش يعيش متى بحريته في بلاد متى ساهل ياسر فيه انت هيك الحرية وانت هيك الحقوق سامي عبو حكيت على المناخ الانتخابي وعلى الانتخابات الرئاسية وحنا اليوم ان جران ديبار من عشكين نسمعتنا الساعة الاولى على هيئة الانتخابات الهيئة العليا مستقلة الانتخابات اللي اليوم قاعدة تثير في احالات وفي شكايات اه في شكايات بلوتو ضد كل من تحدث على المصال الانتخابي ونقدر المصال الانتخابي وعند الاقتراع وكل هل يمكن اليوم انت بصفتك محامية وامرأة قانون انك تقولنا اه هذية من اه عندها صفة هذية حقها هي عندها الولاية الكاملة على المصال الانتخابي ولا كما يرى البعض انه هذا ليس الا اه ممارسة سياسية واضحة لمساندة رئيس الجمهورية كبوتنسيل مترشح الانتخابات هو من حيث الشكل هو ما عنده من حق يشكي من حيث الشكل من حيث الاصل من حيث المضمون يشكي باش نوى مع انت ناس بالعكس انت كيف يتوجهلك بالنقد راجع روحك وحسن روحك وشوف قول عليش ان اتقل عليها اكيد عندي خلال كالكبار راهو النقد مجعود باش نقيمه انفسنا باش نقيمه مؤسات اذا كان مؤسات الدولة اليوم اصبحت تعمل في خارج النقد فاعرف ان اتخنى في دولة معانتها العبث والاستبداد والانهيار على جميع المسويات راهو شو معتها الديموقراطية الديموقراطية هي فيها الرأي والرأي المخالف انت عملت انتخابات واحنا نشوفه في مثلا مكتب الاختراع بكلها فارغة ونلقع مثلا حدش بالمية نقول ليه انا اعتقدوا انا اخويا بصراحة انا شوفت مكتب الاختراع مثلا لقيتها مهيش متى حدش بالمية انا انا نقول انت مو عندك الملاحذين تحبتن كل مكتب اقتراع تقول انتم تشكوا فينا ها هو مكتب الاقتراع متعنا ها هو شفيها ارقام ها هو شفيها المشاركين ها هو عدد المشاركين وقتها معانتها تجاوب خصومك او تجاوب الناس اللي هي من حقها انا تشكك في نازاتي الانتخابات وتوريها بالفعل معانتها مش بالقضاء سكتهم انا بشراء نقول لك يسكتوا فيهم على خطر يحضروا في اليجائي معانتها انا اعتقد انو اليجائينا لربما فما توجه نحو انو واحنا ما عمش بننكلم عن انتي خابات فما انتي خابات جايتنا بوتاتخ 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 بوتقون انتي خابات رئاسي بوتاتخ امم منعفوو جاية ولا اى شاو يحضرو في اليجائي معانا قاعدين يحضروا في مناخ انو حد ما عانش تتكلم ماذا كنتش كون ماذا بش تكلم بعد امه اش كون ماذا بش تقول لانت خابت بها ولا علىها ولا صفتها ولا نعط بنتوى ما قدوا ما عمل تلو بيكم ولا بتتكلموا ولا بششك بيكم ادخلكم الحبزة مو هايزة هي ولاة الس هي ولدت السيف المسلط هي السيف المسلط على آآ كل من يسول له نفسه نقد سواء ما صار خمسة وعشرين سواء تصرفت رئيس جمهورية سواء تصرفت الهيكل والمؤسسة الدولة اللي يحل فم ويقول راو فم مشكل يصبح هو المشكل ويحطوه في السجد راو موش هكا راو ميدو مش هذي راو راو عملها غيره راو همانش حديش لقل خطة هذي نوك الاسلم والاسح انك بغض نظر على الشرعية وعدم الشرعية الى اخيره بغض نظر على هذيه على الاقل في فترة حكمك فاعل دوت القانون دوت مؤسسة خلي انا على اقل كنلقى ملف متاع السياسي ماتى مثل امام القضاء مش على رسوليشا نبدأ متهنية ونقول فما قضاء عادل واذا كان هو ارتكب جرما فيستحق انه يتعاقب يتعاقب واذا هو بريء فالمحكمة ستبرئه وقتاش وقت النطمان اللي خصومي مش اصدقائي خليل من اصدقائي خصومي هم مماثلين امام قضاء عادل ومحكم عادل اليوم معناش المحكم عادل حتى رئيس الدولة يقول راو معناش محكمة عادل معناش محكمة عادل وهو بده يقول لك انا نحب القضايا تصلح هو بده يخرج رئيس الدولة يقول لا علم لي بهذه القضايا التي تنسب الي الي انا وراها معناش يكذب ليه يكذب على روحه ليه عادل من يراجع تصريحاته السبق ويراجع تصرفته السبق انت لما تعفي بجرة قلم قوضات اغلبهم له زهاء سامحني انت لقعت في كث السلطة القضائية ورسالة اثنين لما قاضي يتجرى قاضي تحقيق في القطب الارهابي ويتجرى ويخلي متهم في حالة صراح يجي اسباح يقبيروه مسكر بالمفتاح وامترد سامحني له وهنا ما عادش نحكيه على الاستقلال السلطة القضائية وهنا نحكيه بشكل او باخر في انك تهيمن على السلطة القضائية تتحكم في السلطة القضائية بطريقة غير مباشرة احنا ما قلنش لو هز التليفون وقول الو للقاضي الفلين فلين حبوا في الحبس هذي ما نعرفوهش ما عنيش مع معلومات ما تكلموش اما الثابت والاكيد انه الاستقلال السلطة القضائية راهي ضامانات ما هيش تعليمات لما تدخل حكاية عفاءت بتريقة ابيوزيف لما تدخل حكاية قاضي ياخذ قرار تنحيه وقاضي اخر في القطب في الدوائر المالية ياخذ قرارات ما تعجبش السلطة التنفيذية يتنحى ويتحالى على التأجيب وإلى خيري وإلى خيري انوالي نقول لك سمحني لو ما عاش نحكيه على قضاء المستقل الحقيقة الحزبية سامية عبو هل اللي ساير هذي الكل اللي انتم توصفوا فيه عندكم مدة بانه خروج على المسار الديمقراطية انه فما بويدر ديكتاتورية خلى اليوم انه سامية عبو ولا طيار الديمقراطي يملأ الحياة الحزبية وكيف شرروا خدمتكم وعملكم المدرجة وخاصة في إطار السباق الرئيسي انتي قلت السباق الرئيسي من عرفوا شما سباق الرئيسي ورئيسي او لا حم انت خبوت من عرفوش شوف ايجا نقول لك اننا تعلمت فهالما سارتك شمسة وعشرين جولية نحية القانون نتكلم نحية المنطق والقانون نتكلم معنى طالما مسارك دعوة للانتخابات معنى مانطق وقانون ثم اللي قانون ولا منطق ومدام نتخنى في اللي قانون ولا منطق الحقيقة انا عقلي ماناش يمشي في الاثنية دي هلا بخوشة دي انا ما تملغال ماليش فيها دوك شوف لها ناس جيبوا سألوا انا باسمال عينا حد شي ما يأكد ويثبت ولا حتى يوحي بانو مش نعملوا انتخابة رئاسة هذا الفراضية الاول فراضية الثانية تماما لانتخابة رئاسة انتخابة رئاسة انتخابة رئاسة هذي طيار دي بقاتي هو حزب يحاول باقصى ما ينجم باقصى ما يمكن فهالركود هذي السياسي والركود الحس والحس متاع الحس متاع الشأن العام الحس اللي يخلي المواطن يهتم بالشأن العام اللي يخليه هو يسعى بشي تخذي احزاب ولا يتبق احزاب ولا برامج تأحزاب اليوم فم هالمشهد هذي السكت البيت طيارك يحاول يكون موجود في الساحة لما حالة لو نحكي عالطيار مش نحكي على سامي عبو بش نكونوا واضحين ايه بجي انا في الطيار الديمقراطي انا راني شبها عايشة معانتها بالحق معانتها عامل عزلة سياسية بالمعنى العزلة ما بالحق اني قلتك نحي القانون نحي المنطق ما عنديش انا في المردعات الجيزة منيش دا الجيزة اينا منيش دا الجيزة اينا منيش نقولك غضوه شي يسير بشي معاشت معانتها انتي معاشت نجم كسياسي عندك معطيات معاينة تقراها المشهد ذيك البرزل ذيك و تقول تيان غضوه شي يسير ويسير ويسير معاشت نجم انتي تكادلي مادام سيميا انو فما انيبوزمان ديك في مطلب اللي ما يتقدم كان في مؤسسة الرئاسة تعدها على ثنين ثانين وسبعين اعدام متى ما هي ذا تنجم انتي كاريتها شكلتها رج ولا شكلت مشكل تنجم لا وتتبحها وتتبعات جزائية وقضية الاخرية ويبقى حالة حالة صراحة ودفع روحها اما مش على اساس ثانين وسبعين تآمر حلين هل الترشح على الرئاسة للرئاسة يمكن هو زيد انا انا ريد الي هما فيهم امكانية انهم ينفسوا يرشحوا يترشحوا كلهم ياما عندهم قضايا جزائية او انهم في السجن كل من واحد فيه هكا الاذو والامل انه ربما لهو انا ما نشكو قالكش انت خب بنعابي وانت خب صافي سعيد وانت خب مؤخرا اساسمه نزار الشعري ولا غيره ولا الفا حمدي نذكرهم كل يعني ما عندي حتى حرج بعدها نذكرهم الكل اللي الكلهم الكلهم لهم عندهم تتبعات جزائية ونقول لك رو مناخ الانتخابي راهو مش فيده هن يفز في الانتخابات راهو بنعليه كيف خرج مش هتنخسر في الانتخابات راهو بنعليه كيف خرج من السلطة وتم ترضو من البلاد راهو مش خطر وخسر في الانتخابات يا خي خرج راهو 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 بحب 99% بناجم تربح بـ 11 مليمية بنسبة موشيك 11% بناجم تربح مية بالمية من 11% ماتا 100% فوز خطر شاركو 11% قاعدة شعبية مختلفة اما راهو مش هكا راهو القاعدة الشعبية مختلفة وطريقة الحكم مختلفة ومشروع رئيس الجمهورية هو مشروع قريب من الناس ولا يمكن انه انقارنوا المسارات مشروع قريب من الناس اذي الحقيقة الناس يجاوبوك عليه هذا منش الناس اما هاو مش هنقولك او صرح الجزائي مثلا او مش نعتيك حاجة مثلا راهو الشعب التونسي تاعب مثلا تاعب برشة على مستوى وتشوفوا علش هو عمل استقالة من حيات السياسية علش بيش يش انتخب كي هو قيس سعيد القاه انه هو برنامج وبيهي وقاعد يسجيب للناس وقاعد يوصل للناس وإلى خيره يسأل سؤال يقول علش ما خرجوا لش الناس انتخبوا في راهو مش انتخاب حاجة بسيتة راهو في انتخاب في مشروع القاعدة راهو راهو الاسس متاع مشروع القاعدة متاعه معتها يقول قيل علش ما تجاوبوش الناس بتفعلوش الناس مدام هما على خاطر قلوا وعلى خاطر الناس لا متاعبين لك انت ما تسمحهمش لك تسمع كدن اللي يغنيلك بلا اسمع الناس التاعبة اللي اغلبية متاحة همها اليومي كيفش تلقى باكو الروز كيفش تاخذ باكو الاحليب تحت الكونتوار تقول كنت ريعت فيه العطار ملفو في ساشي بلاستيك كحلة ولا كاغة جريدة كيفش يخطر في السكر كيفش يجيب مصروف وبيش نجر يقاوم معتها غلق الاسعار ومتاع اللي اسبحنا عليه مش معتها لانه كنا مش فيه غلق الاسعار موجه نقول لك بريدك نحكي معك توا راه المشكل انه بقدر ما انت تنقض الوضع الحالي بقدر ما يتلعو لك يا اما الزقفونيات معت على موجة واحد وهنا جماعة اللي بالحق ستقين هذي كحد نيتهم يقول لك ايه تحكي وتوا وفيش كنتو لا كنا في كارثة لا كنا في كارثة ما ننكروه كنا في كارثة لا وانتقلنا من كارثة الى كارثة فيش نوع علش نوع كنا نحن كنا في عدم استقل القضاء على الاقل مش استقل القضاء عدم نازهة بعض القضاء لانو قبل نحن عنا كمام ثم قضاء ثم استقرار وفم امن فعند الخاضي يعرف يحكم احكامه ما عنده حتى حد سلطة ولا تشوفه وتعزه على خطر احكام متاعه اما كانت عنا بعض القضاء الغير عدم متوفرش فهم انصر انها زيها وتقا شدينه بما فاته ذيكا وليحكم حسب اهواء ورغبات السلطة الحاكمة اما كانتش عنا سلطة قضائية غير مستقلة كانت في اتجاه انها تتحس نحو الاستقلالين للأسف هالانجريم بتاع الفساد بتاع العشرة سنين اللي فاتت هي اللي اللي على اساسها جيت خمسة وعشنة وهي على اساسها قيسعي تعهد باسلاح الوضع الا انه حتى الوضع ركبش نحي فسد اقدم وشيشيكو فسل جدد على حسب المنظومة الجيدة ياوخ انا مليتش شكونوا في الحبس اليوم على خطر عندهم ملفة فساد بقدر ما استعمال هاته الملفات لانه خصم سياسي وشكر وتحية لنا لكم وكل واتمنى من كل قلبي انه يترفع يترفع السلطة الحاكمة تترفع وستعملوا السجون كأداة والحرية لغازي الشواشي وجوه بن بارك ولذا بالحاج ومن معهم وعبي الموسي وإلى خيره وان شاء الله يا ربي جاي خير شكرا سيمي عابو شكرا لك القيادية في حزب التير الديموقراطي عشيكم ساحة لتبعتونا باي باي نسكن